موسيقى موسيقى غيب الموت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الفنان السورية الشهير باسام لطفي وذلك بعد أقل من يومين فقط على رحيل زميلته الفنانة انطوانة نجيب التي وفتها المنية بعد السراع مع المرض وتوفي الرحل عن عمر نهز الاثنين وثمانون عاما بعد مسيرة فنية حافلة من الأعمال السورية والتي ما زالت خالدة في أذهان المشاهدين فهو يعد واحدة من روادة دراما السورية ومؤسسيها وفي بيان رسمية نعت نقابة الفنانين في سوريا الفنانة الرحل باسام لطفي معلن تفاصيل تشيع الجنازة والعزاء وقيل في البيان ودعنا الفنان القدير باسام لطفي ينطلق موقب التشيع غدا السبت من مشفى الأسد الجامعية الساعة الحدية عشر والنصف صباحا ويصلى على جثمانه الطهر عقب صلاة الظهر في جامع لالاباشا شارع بغداد مقابل نقابة الفنانين ويوارى الثرى في مقبرة الدحداح وتقبل التعزي يومي سبت والأحد في صارة در السعادة للريال والنساء من الساعة السادسة حتى الثامنة مساء إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان الرحل اسمه بالكامل باسام لطفي سليمان أبو غزالة وهو من موالد عام 1940 في مدينة تولقرم الفلسطينية حيث طلق تعليمه الإبتدائي في مسكة رأسه وانتكلت أسرته إلى سوريا بعد أحرب 48 حيث بدأ نشاطه الفني والمسرحي في دمشق في عام 57 وقدم أولى أعماله المسرحية والفنية وساهم الفنان الرحل في تأسيس عدد من المؤسسات الفنية السورية كنادي الشباب العربي والمسرح الوطنية الفلسطينية ويعد الراحل من أعمدة مؤسس الفن والدراما في سوريا وأحد مؤسس نقابة الفنانين السوريين وفور إعلان خبر وفاة الفنان القدير باسام لطفي سارع العديد من النجوم إلى تقديم واجب العزاء للراحل بكلمات مؤثرة استذكروا فيها العديد من صفاته وذكرياتهم معه من بينهم الفنان لورا أبو أسعد حيث نعت الفنان الرحل على حسابها بتويتر وقالت رحيل موجع آخر في إسبوع واحد الأستاذ باسام لطفي وأيضا الفنان مصطفى الخاني اللي قال خسرتنا كبيرة اليوم برحيل أحد أوائل مؤسسة التلفزيون السورية والمسرح القومية أيضا النجمة السلفة وخرجي نشرت صورة للراحل في فترة شبابه وقالت الرحمة والسلام لروح الفنان القدير والدافئ باسام لطفي خالص العزاء لعائلته العزيزة وأصدقائه ومحبيه الفنانة رانا شيميس قدمت عزائها للراحل باسام لطفي والراحلة انتوانت نجيب ونشرت صورهم وقالت الله يرحم أروحكن شيكنت غالين على القلب الأستاذ القدير باسام لطفي والسيدة القديرة انتوانت نجيب غفر الله لهم ورحمهم وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم وكل محبيهم الصبر والسلوان اشتركوا في القناة